من المواقع اللي قابلتني في الفترة الأخيرة وحبا أن أنا أشاركها معاكم هو موقع expertex.ai expertex.ai هو من المواقع اللي بتجمع كل النماذج الذكاء الاصطناعي في موقع واحد والميزة هنا مش في مجرد أن أنت حتستخدمه علشان تعمل مقارنات بالنماذج الذكاء الاصطناعي في الحصول على إجابات مختلفة عشان تقارن أي إجابة هي الصحيحة ولكن في شوية نقطة كده صغيرة ممكن تستفيد منها وممكن تكون بالنسبة لك مهمة حبيت أن أنا أركز عليها من خلال هذا الموقع متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة موقع expertex.ai لحط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو بتخش على الرابط وتسجل عادي بتلاقي الداشبورد اللي قدامك أول ما هتخش عليه هتلاقي الشاشة عندك مقسمة لدني ممكن كمان في الخطة المجانية تقسمها لأربعة والستة في الخطة المدفوعة لكن احنا نهاردة منتكلم عن الخطة المجانية وهتلاقي فيه إمكانية أن انت تدي له سؤال أو تسكي معين وتقارن الإجابة ما بين أربع نمازج مختلفة زي جيبيتي فور اوميني وجيميناي 1.5 فلاش ولاما 3 وديب سيك فيرجان 3 زي ما انت شايف ولكن هتلاقي ان في بعض النمازج مش هينفع ان انت تستخدمها غير في البرو بلان على الرغم من ان انت ممكن تستخدمها على الموقع الرسمي بتاع كل شركة من هذه الشركات زي أوبن اي اي مثلا هتلاقي جيبيتي فور او محدود في الاستخدام هتلاقي نفسك على جيميناي تقدر ان انت تستخدم 2.0 فلاش بشكل مجاني جيميناي 2.5 برو بشكل مجاني حتى لو بعدد محدود ديب سيك ار وان مجاني على ديب سيك ولكن هنا الميزة اللي بيوفرها هو ان انت بدل ما تروح لكل موقع على حدة يعني بتلاقي كل اجابة لكل نموذج لوحده في الجزء المخصص يعني مش بعمل دعاية لموقع اطلاقا ولكن انا هنا بقول لك الميزة اللي موجودة فيه البعض هيقول لي طب الميزة دي ما تهمنيش قوي يعني انا هروح استخدم الموضلز دي على حدة مفيش اي مشكلة الحاجة التانية اللي انا حابة ان انا اتكلم فيها او اللي خلتني اطلع اتكلم عن هذا الموقع فيها الجزء المتعلق بيه البرومت لايبيراري والبرومت لايبيراري مكتبة الاوامر بتهمنا جدا في كتابة الامر لان كلما كان الامر مكتوب بشكل صحيح كلما كانت النتيجة هتكون افضل فانت ممكن تستفيد من مكتبة الاوامر الموجودة في هذا الموقع ولكن دعونا كده نجرب طريقة عمله قبل ما ننتقل الى مكتبة الاوامر لازم الاول تحدد البرسونة بتاعة النموذج او النماذج هتكون ايه هل البرسونة ماركتنج اسيستنت يساعدك في التسويق او كونتنت كرييتور يشتغل كا او يتظهر ان هو كونتنت كرييتور او بروجرامر او كاستمر سابورت او ايه بالضبط او انت عايزه جينرال مش عايزه لحاجة محددة فهينا مثلا انا هقول له كونتنت كرييتور وممكن انزل تحت اقول له كرييت هكتب بالعربية افضل قم بكتابة فوست عن ميزات نموذج ديب سيك فيرجن ثري فيرو ثري تو فور وهنا حسيب الموديلز زي ما هي لانها هدي الموديلز المجانية تعمل امبروف للبرومت يحصل لك الامر ولكن حيحصل لك الامر هين باللغة الانجليزية ولكن في ميزة حلوة جدا موجودة داخل الموقع وهو الحصول على الかなووتبوت باي لغا انت عايزه وهنا لو انت رحت الroundsbوت language هتلاقي English هتلاقي slang English Arabic Egyptian slang Saudi slang هنا علها حسب اللغة انت هختار الاوتبوت انا هختره عابك بشكل عام واهختار select وحبتدي ان انا في الاوتو مش هفعل الـ Global Search وحقولك ليه لأن الـ Global Search بياخد وقت طويل قوي لحد ما يديني الإجابة دي عن تجربة فأنا مش هفعل الـ Global Search هنا هبتدي أقول له خصوة أنا مش بعمل ديب يعني Research ولا حاجة أنا عايزة يكتب لي Post فهنا هدوس Enter وبص الإجابة سريعة إزاي هنا نقدم لكم نموذج DeepSeek Virgin 30324 القدرات التقنية الرئيسية تحسينات كبيرة فأنت بتبتدي تشوف GPT4O Mini هيديك إيه لمصري هيديك إيه Gemini 1.5 Flash هيديك إيه أيضا DeepSeek Virgin 3 وأفضل نتيجة هتحصل عليها هتبتدي أن تختارها وتروح تعمل لها Copy وتاخدها إيه بقى الموجود اللي أنا بعتبره مميز قوي واللي قلتلكو عليه من شوية اللي هو الـ Prompt Library أو مكتبة الأوامر نفترض أنا حروح أعمل هنا New Chat وحروح هنا للـ Prompt Library وقل له أنا عايز أمر متعلق بالـ Personal Development هاختار حاجة لها علاقة بالـ وهنا هتلاقي في مجموعة من الأوامر مثلاً والأفطار طبعاً فيه أوامر بتكون في الـ Pro Plan مش هتديك كل حاجة فور فري طبعاً ولكن هنا مثلاً ممكن أستخدم أمر زي داي Use Prompt I want to improve my productivity هتزود الإنتاجية بتاعتي فحطيلي كده daily goals وأمشي عليها فهنا هاختار الـ Output Language مثلاً هتكون الـ Output Language بالـ Arabic برضو هقول Select وحبتدي إن أنا زي ما قلت لكم هتفعل الـ Global Search هيأخذ وقت شوية وحبتدي إن أنا أدوس Enter بالمنظر ده هديني إجابة على طول يقول لك إليك نموذج لقائمة أهداف يومية قائمة الأهداف اليومية هتحط المهمة واحد واثنين وثلاثة المهم ذات الأولوية مثلاً معايير النجاح أنت طبعاً هنا بتحط المهمة ومش هيعرف إيه هي المهمة إلا لو أنت حتكتب له المهمة وده بقى المفروض يعني I want to improve my productivity by setting clear daily goals Can you help me create a daily goals list with sections for priority tasks deadlines and success criteria أنت بيديك زي قالب وانت بتحط فيه بقى المهام بتاعتك لو أنت عايزت أحدد له المهام حدد له المهام يعني بس ده قالب لوضع المهام هنا أنا اخترت بس اتنين يعني يقارن ما بين جي بي تي فور او ميني مثلا وجيبناهم 1.5 فلاش ممكن تختار أربعة زي ما قلتلك الستة هيكون موجودين في كأب جريد يعني حتى أنترابيك موجود يعني أنت عندك كلود 3.5 صونت طبعاً هو اللي موجود هنا بشكل مجاني وزي ما قلتلك فيه حاجات هو حطيطة في البرو موجودة على الموقع الرئيسي ولكن هو هنا يعني عشان بيبتدي أنه هو يستخدم النماذي كلها في مكان واحد يعني فأكيد طبعاً هو عايز يستفد من هذه الجزئية في البرومت لايبيري أيضاً لو رحت كده يعني رحت كده البرومت لايبيري واخترت حاجة براف الفيتنس مثلاً هنا مثلاً إنت بتستخدم البرومت وبتبتدي تحط الحاجات اللي تخصك بقى ما بين قصين يعني مثلاً الويت الوزن بالكيلو جرام الهيط البرسنتج بتاعتك اللي هي خاصة بالفات برسنتج نسبة الدهون وهو بناءاً على القيم اللي أنت هتحطها هو حيديك الإجابة وزي ما قلتلك هتقارن ما بين الأربع إجابات فحاول تستفيد من البرومت لايبيري بشكل عام أي أن كان المجال زي ما أنت شايف فيه مجالات كتير يعني أنت هتحط برومت هنا علشان تستفيد الامبروف برومت أنت ممكن تستفيد من خاصية الامبروف برومت حتى لو مش هتستخدم النماذج الموجودة بشكل مجاني أنه يعمل لك امبروف للأمر فأنت ممكن تستخدم الأمر على أي من المواقع الأخرى في الجزء المتعلق بالإكسبلور أبس حاجة زي كده نفترض أن أرجم جزئية معينة أكتب الجزء اللي أنا عايز أترجمه هنا مثلا عايز أترجمه للغة الإنجليزية فأبتدي إن أنا أعمل ترانسليت بيديني الترجمة فإزا بستخدمه كترانسليتور بستخدمه كسامارايزر ممكن أحط البوست بتاعي ومسلا عايزة يعني يحمله سامارايزيشن شورت مثلا أو عايزة أزود خليني هنا شورت وأبتدي أقوله سامارايز يبتدي يديني سامارايزيشن ممكن أنا أقوله برافراز بدي حط التكست علشان يعمله برافراز هيبتدي يعمله برافراز زي ما إحنا شايفين طبعا هو هنا عمله برافراز باللغة الإنجليزية ممكن أن إنت تتخدمه ترجمه اللغة العربية هنا أيضا تايتل جنريشن يعمل لك تايتل جنريشن لهذا التكست تقوله تايتل هنا أعطوك كذا تايتل تستفيد إن هي عندها تايتل عايزة يعني تعمله تايتل أو عنوان أيضا البرومت إنجليير تايتل زي ده ممكن إيه الأمر بتاعه هنا سامارايز دي بسيك فيرجن كي إمبروذمن سأنت أعطوك أيضا التايتل زي ما إحنا شايفين ففيش وقت حاجات ممكن تستفيد بها بشكل مجاني في أيضا الجزء المتعلق بي هنا أعطيك يعني يعني عملت أربعة وعطاني اثنين بس فقط فأنا هنا حتدي إن أنا أقوله generate an realistic image for a man is reading a book high details and resolution he is wearing a black coat and is sitting in a coffee shop مثلا هنا ممكن نعمل improve للبرومت عشان يديني نتيجة أفضل وأحسن وحط دين أنا أقول enter enter وطبعا إحنا عندنا Gemini 2.0 flash بيعمل صور حلوة جدا دلوقتي وإدت عليها ولكن زي ما احنا شايفين أيضا النتيجة حلوة بص النتيجة يعني أنا هعمل download للصور شايفين 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 ايضا نتيجة وإيسا بس Gemini أحسن يعني أديك شايف الصور تين قدامك دلوقتي نتيجة طبعا Gemini أفضل من وجه نظري حسنا طبيعية أكتر more realistic أكتر ده بالنسبة الموقع النهاردة حبيت أن أقول لك أنا استفدت منه في إي جزء متعلق بالprompt library تحسين الأمر ممكن كمان تستفيد من الأبس الموجودة فيه زي ما قلتلك هو طبعا في حاجات موجودة في الخطة المجانية وحاجات موجودة في الخطة المدفوعة ولكن زي ما قلتلك يعني أنا حبيت أن أشاركه معكم زي ما قلتلك في نهاية كل فيديو تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو استفدت من المحتوى بتاعنا ولكنت متابعين الأعزاء متنساش لايك وشير وكومنت زمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته